الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد حلقة الماضية كنا بدأنا قصة عظيمة لمؤمن آل ياسين وكنا أطلقنا على القصة دي صرخة شهيد النهاردة سنطوف حول صفات هذا الرجل يمكن المرة اللي فاتت نتكلمنا من أول قصة من أول طبعا القصة في صورة ياسين قوله تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون واخدنا كل القصة لغاية ما يعني الجزء اللي خدناها كله المرة اللي فاتت لم يأتي فيه ذكر مو من آل ياسين بعد وإنما سنبدأ اليوم في أول مشهد سيظهر في هذا البطل في القصة في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا رجل عظيم ربنا يحكي قصته في سطور معدودة لكن فيها فوائد جميلة جدا أول شيء من الفوائد في قوله تعالى وجاء جاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاء يسعى بزل مجهود وحركة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم ينتظر تكليفا من أحد يعني هذا الرجل آمن وصلته دعوة المرسلين آمن لكن هو في أقصى المدينة في العادة أقصى المدينة اللي هي زي الضواحي والأرياف وكده مش بيكون التركيز الرسل ممكن دعوة وصلتهم لكن في العادة الرسل مركزين في في المدينة اللي هي الأصلية علشان دي اللي فيها الناس أكتر فيها الملأ ونحو ذلك رغم أن الشخص دوت بعيد عن المشهد دوت رغم أنه ممكن يقول أنه ما فيه ثلاث رسل رغم أنه ممكن يقول ما حدش قال لي تعالى لكنه لم ينتظر تكليفا من أحد إنما شعور ذاتي بحمل هم هذا الدين شعور ذاتي بالمسئولية شعور ذاتي بأنه مكلف من الله سبحانه وتعالى أن يدعو إليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير ويأمرونا بالمعروف وينهونا عن المنكر حمل هم الدين هذه الكلمة لازم تفكر فيها كتير أنا لا أعلم أحد يعني كان له شأن في العلم أو كان له شأن في الدعوة إلا وعنده هذا السر حمل هم الدين تجده في كلامه في شخصيته في حياته هو أنت بتشوفه بتحس بالهم أنت بتقعد معاه بتحس أن أنت بقيت مهموم بالدين من كتر ما هو حاسس بالمشكلة حاس أنه في حاجة شايلها في حملة قيل ومش هيشيله غيره ودي مسألة مهمة أن مش بس حمل هم الدين لأ حمل هم الدين زائد حاس أنه فيش غيرك ده بيفصلك حياة كتير فصلك إزاي أنس بن النظر رضي الله عنه أرضاء قدر في غزوة أحد أنه رغم أن الناس كلها كانت بتفر قدر أنه يرجع لوحده ويقاتل المشركين ويستحمل 80 ضربة لغاية ما يموت هذا لا يمكن أن يحصل إلا لوحد يشعر أن كل حاجة وقف علي أنا بالتالي بيحصل في جسم الإنسان حتى طبييا إفرازات تخليها تحمل أشياء مش ممكن يتحملها في الوضع العادي عارف ما تشوف ابنك مثلا رجله تحت عربية عربية وقفت على رجل ابنك أنت هتشوف ابنك هيحصل إيه ابنك ما مفيش حد حيتصدم غيرك أنت لوحدك وده ابنك هتلاقي نفسك تلقائيا ومش عارف إزاي شلت العربية طلعت رجل ابنك حطيت العربية تاني لو الناس قالوا لك أنت عملت كده إزاي تقولهم أنا معرفش عملت كده إزاي لو أقول لك عيد المشهد ده تاني لو حاولت تشيلها تقولهم أنا مش عارف شلت العربية إزاي دي حاجة يعني بتحصل في الإنسان لا علامة إلا الله أنه لما بيحس أنه ما فيش غيري وأن الأمر خطير وأن الأمر حياة وموت تفرز فيه مواد تجعله أقوى وأكثر تركيزا وحاجات كتير قوي بقى الحاجة دي مش هتحصل معاك في غدم الدين ربنا سبحانه وتعالى إلا ما تشوف الدين زي ما الرجل ده شايف ابنه كده أنه فيه مشكلة كبيرة هم كبير فيه أعباء كتير جدا على أهل الدين أعباء كتير جدا يعني ومتاعب وتحديات بتواجه الأمة تحتاج رجال صادقين إذا شعرت بالهم ده وبالمسؤولية ديت هتلاقي نفسك سهل أنك أنت تأتي من أقصى المدينة تبزل وقت ومجهود ومال وتحسنك ما عملتش حاجة في الآخر في مقابل أنك أنت تحاول أنك أنت تحمل شيء من الهم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يعني لما أسلم نعيم بن مسعود أسلم في اليوم اللي أسلم فيه قال له أنا عايز أعمل أي حاجة في يوم غزوة الأحزاب قال اللي أعايز أعمل أي حاجة أنقذ بها الدين أول يوم أسلم فيه نعيم بن مسعود فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خزل عنا ما استطاعت وبفعل نعيم بن مسعود عمل قصة تطول يعني لكن باختصار عمل موقف في يوم الأحزاب كان سبب كبير جدا في نصر المسلمين فعلا في يوم الأحزاب اللي أعايز أقول لك دايما دور نفسك على دور ما تقوليش بقى الدنيا تمام أصلا ما فيش دور أصلا ما حدش بيكلفني بحاجة حدش هيكلفك بحاجة افترض إن ما فيش حد هيكلفك بحاجة أنت دور لنفسك على دور دور على الأمساحات المتاحة والثغرات والفجوات والحاجات اللي ما فيش حد شغال فيها وشوف اللي يناسبك واشتغل فيه مش الأدوار دايما الدينية هي الأدوار المشهورة مش لازم تكون داعية بيدي قدام كاميرا وبتسجل المقاطع على يوتيوب وبتنزلها يعني الدين مش كله كده في خدمة خدمة للأرامل والمساكين واليتامة في تحفيز الأطفال للقرآن في إعداد المساجد في حاجات كتير إن شاء الله حتى تكنس مسجد المرأة كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الست دي النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها ليه؟ إن الست دي وجدت لنفسها مكان في الدين وعملته بضمير وهي ما كانش تعرف تعمل غير كده يعني ما كانش تعرف تدي درس كانش تعرف تقود أمة كانش تعرف تعمل يا ست أنا بعرف أكنس خلاص أكنس المسجد لقيت المكان ده صغرة مش حد هيعملها هعملها أنا وقامت بيه على الوجه الأتم الأكمل الست دي ما تقلش عن أي حد ليه؟ لأنها عملت أقصى حاجة عندها وبالتالي استحقت أن يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام طب الراجل دوت إيه دوري؟ أنا ما يعني أقدر أروح المدينة روحت المدينة أقدر أقول كلمتين طيبين حقول كلمتين طيبين جاء من أقصى المدينة رجل يسع كم عمر التزام والشخص دوت بعض الناس يقول لك أنا مش أدعو إلى الله لما أتعلم وأعمل وبتاع يا أخي أنا مش بقول لك اشرح لنا الموريس مش بقول لك فكلنا تلاصم الفرق الضلة أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأبسط حاجة كلم الناس على الصلاة كلمين الناس على الحجاب كلم الناس على يعني على المعلومات البسيطة جدا اللي كلنا عارفينها الناس مش ملتزمين بأدنى شيء فمسألة إنك إنت معلق التزامك على إنك إنت تبقى حاجة كبيرة وبتاع فمتى ستدعو إلى الله أنت تحمي نفسك بهذه الدعوة خد بالك اللي ما بيشتغلش في الدعوة هو أكتر واحد معرض للانتكاسات لأن قاعدة معروفة من لا يدعو سيدعاه من لا يدعو والهجوم خير وسيلة للدفاع إذا كنت إنت مش بتبادر إنك إنت تدعو إلى الله سداني إنت نفسك حتكون محل دعوة لغيرك جاء من أقصى المدينة رجل يسعى الرسل مكتش متوقعاً الرجل ده جاي ولا عملاء ولا في حسابتهم هم عملوا اللي عليهم وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فإذا بمدد آخر يأتي من الله سبحانه وتعالى لا يزالوا لك الفايدة هنا إنك إنت أحياناً بتبقى بتعمل عليك وحاس إن اللي إنت بتعمله ده مش مغطي المهمة فأحياناً لو واحد فينا يقول طب أنا يعني هعمل إيه لا في بقى فايدة جانبية خدها بقى هنا إن إنت لما تمسك في مهمة وتبتدي فيها وتستعين بالله حتى لو إنت عارف إن إمكانتك مش هتوصلك مجرد ما ربنا يرى منك صدق في البزل فجأة بتلاقي الإعانة حصلت بتلاقي المهمة تمت ولولا إنك إنت بدأت والناس شافوك ما كانش حد هايه هيكمل زي ماساً إحنا واحد عايز يبني مسجد عايز يعمل عمل دعوي كبير هيقولها هعمل إيه واللمنينه بتاع أول ما يبدأ بس كده واستعين بالله ويحط أول لبنة إليه ربنا بعث له تبارعات من هنا تبارعات من هنا في أخوة جم من آخر الدنيا إحنا معاك إحنا نقف معاك هنشتغل معاك وإليه سبحان الله العمل تم لولا إنه أخد المبادرة ما كانش حصلت للأسر الجانيبي ده الأنبياء عملوا لعليهم وإذا ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم برجل يأتي من أقصى المدينة بل يجي من أقصى المدينة ده عمل حاجة رهيبة جدا ضحب حياته في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل تحمل المشاق وجاء من مكان بعيد وهذه طريقة الأنبياء في الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وكان يمر على القبائل وكان يعني يستغل مواسم الحج يطوف على الناس يمشي في الأسواق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكان يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وده يديك مفهوم صحيح للدعوة الدعوة تأتي الناس بعض الناس بيخلط بين العلم وبين الدعوة إزاي يقول لك لا الناس تجي لي ليه عم يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي هذا العلم مش الدعوة يعني شخص عالم كبير ليه طلبة مين اللي يروح للتاني طالب يروح للشيخ ولا الشيخ يروح للطالب الطالب طبعا اللي يروح للشيخ فالعلم يؤتى ولا أتي مش الشيخ ولا يجيلك ده طلب علم مش عملية دعوية ده أصلا واحد كويس وده واحد كويس الاتنين بيتعلمهم بعض واحد بيتعلم من شيخه مين اللي يروح للتاني طالب حيروح للشيخ مش العكس أكيد ده المقصود بكلمة العلم يؤتى ولا أتي أما الدعوة في أمر مختلف الدعوة هي التي تأتي إلى الناس في أماكنهم أنا هقعد في المسجد أستنى الناس تجيلي حاش هيجيلك زا كان عصلا هم مش بيصلوا هيجولك فين طول ما أنت عايت في المسجد عمره ما حد هيجيلك لازم أنت اللي تخرج برا المسجد جيب الناس واتدخلوا من المسجد مش تبقى فرحانك شغال دعوة في المسجد بس دعوة في المسجد لا تكفي لازم نتحرك النبي عليه الصلاة والسلام المشركين نفسهم حسوا بالحركة الدقوب بتاعته فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الحركة دقوب عليه الصلاة والسلام بتحرك في كل أسواق ربنا قال يمشي به في الناس فلعلك باخع النفسك على آثارين في حركة في المجتمع ذلك الدعية الصح واللي بتحرك وسط الناس استغل أي فرصة دعوية في شغله في مكتبه في بيته في الشارع في المواصلة في أي فرصة بيكلم الناس فالدعوة تتحرك وتأتي إلى الناس تمام فلم يكتفي هذا الرجل أن هناك ثلاث رسل موجودين كما يقول ثلاث رسل ده الدنيا تمام هم ما عايزيني في إيه؟ محتاجيني في إيه؟ لو حتى افترضنا أن ثلاث رسل مغطيين وبالزيادة أنت تحتاج إلى الدعوة هو أنت بتيجي بس لما الدعوة تحتاجك ولا أنت بتيجي عشان تنقذ نفسك ولتكن منكم أم يدعونا إلى الخير وأمورهم بعرفهم ينكر وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون إذن اللي بيشتغلش في الدعوة إلى الله معرض نفسه للزم واللعتاب أنت لما بتدعو إلى الله ابتداءاً أنت بتنفع نفسك وبتنقذ نفسك حتى لو الأعمال الدعوية مكتملة ومش محتاجة حد برضو اشتغل فما بالك والأعمال الدعوية في العادة محتاجة أضعاف العدد الموجود فوقعت أتخيل في يوم الأيام من الدنيا تمام أبداً الدنيا مش تمام خالص وإحنا محتاجين كل فرد يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأقبل وتعالى قول يا جماعة إيه الدور اللي يناسبني وإيه الصغرة اللي موجودة حتلاقي صغرات كتير ما تبصش من بره كده تقول ما الدنيا شغالة لا مش شغالة ممكن الشكل كده بس لكن في الحقيقة في أدوار كتير محتاجة ناس فلم ينتظر لما قالش بقى الدنيا تمامه وإن شاء الله وفيه ثلاث رسل إنما حمل هم هذا الدين إذلك الصحابة رضي الله عنهم أرضهم جدهم عملوا حركة كبيرة دعوية فتجد قلة من الصحابة اللي ماتوا في المدينة وأغلب الصحابة مات خارج المدينة اللي في الهند واللي في مصر واللي في أزاربيجان وغيرها من بلاد التي فتحها المسلمون يعني رضي الله عنهم وأرضهم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى كلمة يسعى جاءت هنا بتعبر عن الدعوة إلى الله هتلاقي في يسعى تاني في سورة عبسة وأما من جاءك يسعى يسعى هنا السعي ده غير السعي ده السعي ده سعي كان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى السعي اللي في سورة عبس كان سعي في طلب العلم من عبد الله بن أم مكتوم للنبي عليه الصلاة والسلام ودول السعيين اللي بنلاقيهم في كتاب الله سبحانه وتعالى سعي إما في طلب العلم أو في تعليم العلم فلابد أن يكون لك أحد السعيين هنفعش تبقى يعد لا بتسعى في طلب علم ولا بتسعى في دعوة ما انت يا ده يا ده هنفعش تبقى الولى حاجة لا انت بتتعلم ولا بتعلم لا انت عندك سعي في طلب علم ولا عندك سعي في تعليم الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإذا كنت كما قال علي بن أبي طالب الناس سلاس عالم ومتعلم وهما جن رعاعة فإما أنت أكون عالم أصلا أنت الذي تعلم الناس أو متعلم تسعى في طلب العلم أو سكون في المزمومين همجون رعاع أتباع كل ناعق لم يصطديقوا بنور العلم ولا بنور الهدى تمام ثم قال تعالى جاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل يسعى نلحظ هنا ملاحظة همة أن الرجل ده آمن بالمرسلين واذا دل على شدة بزل المرسلين أن دعوتهم وصلت إلى أقصى المدينة مع كده الناس بزلوا حركة دقوب آه هما مركزين في المدينة لكن في نفس الوقت ما سابوش حتى ما وصلوا لهاش فالدعوة وصلت إلى أقصى المدينة بدليل أن الرجل ده سمر من سمرات هذه ليه؟ هذه الدعوة رجل ربنا وصف الرجل أنه رجل لو تتبعت كلمة رجل في القرآن ستجدها ذكرت في مواقف محددة وده بيعطيك تصور للرجولة في الإسلام أو الرجولة لأن الرجولة درجة من السناء إن الناس إن خلقناكم من زكر وأنسة فالناس يا زكر يا أنسة أما الرجولة فهو وصف زائد على الزكورة والرجولة هو سناء على الزكر يقول هذا رجل يعني عنده رجولة والرجولة مما يسنى به على الزكر فإذا أردنا أن نعرف ملامح الرجولة في القرآن لازم نتتبع كلمة الرجل أين جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى لأن مفهوم الرجولة الآن بقى مفهوم مشوهة أفهم الرجولة إن أنا أن أنا عنيف إن أنا عصبي إن أنا محدش يقدر علي إن أنا بقى بأخذ حق بدراعي إن أنا بقى بأشخط وبنطر إن أنا بقى بخوف كل الناس إن أنا بلطجي إن أنا معي سلاح إن أنا مربي كلب يعني بقت مفاهيم عجيبة عشان أقول إن أنا رجولة كلها مرتبطة بالعنف وبالإهانة وبالشدة وبالقسوة رغم إنك تجد في كتاب الله الأمر مختلف تماما معي الرجولة مختلفة تماما تعالى كده نمسك موضع 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 خلينا أول موضع معنا جاء من أقصى المدينة رجل الرجولة هنا في الدعوة إلى الله إن فعلا الدعوة إلى الله محتاجة رجالة مش حد يستحمل الدعوة إلى الله إلا رجل لأن إنت هتعرض للإزاء مين يستحمل إلا رجل لأن إنت هتتكلف بأعباء كتير مين يستحمل إلا رجل يبقى الدعوة إلى الله رجولة موقف تاني في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المنية يسعى قال يا موسى إن المال يأتميرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين الرجولة هنا كانت في نصرة المظلوم نصرة المظلوم مش الظلم والبلطجة هي الرجولة إنما نصرة المظلوم هي الرجولة قوله تعالى عن الصلاة قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأولا أهل المساجد أهل المساجد هم الرجال الذين يحفظون على الصلاة هم الرجال كذلك تجد الرجولة في الصدق مع الله من المؤمنين رجال صادقوا ما عهدوا الله عليه أنك توعد ربنا بحاجة توفي بها أنك أنت تعزم على شيء فتفعلوا هذه الرجولة فملامح الرجولة واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنها مرتبطة بالعبادة مرتبطة بالدعوة مرتبطة بخدمة الناس والمواقف ونصرة المظلوم مرتبطة بالصدق مع الله في كل الأفعال والأقوال سبحان الله جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لاحظوا هنا استدل على أن المرسلين صادقين بالكلمتين دول أولا تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ايه هنا الدليلين أول حاجة الناس ما طلبوش منك أجر طب انتو تتخيلوا هم بيقولولك كل دليل لا طلق بيتأزى بيتشتم وهو كان أحسن واحد فيكم من شوية كان كريم عندكم كنتوا بتعملوه كويس جدا طب إيه اللي يخليه يعمل في نفسه كده يعني إيه اللي يخليه يقول كلام يتسبب له فيه إيزاء وشتم وإيزاء لنفسه وأهله وكل حاجة إلا لو كان صادق فعلا وهو اللي بيتدعي دعوه وعايز من وراه مصلحة طب ما فيش أي مصلحة جات لهم إلا الإيزاء تفتكروا ليه بيعمل في نفسه كده إلا لو كان صادق في دعواتكم ده ما طلبش منكم أجر ولا منصب ولا نساء ولا أي حاجة وبالتالي الحاجات اللي استفدها إن من الحاجات اللي بتخلي للدعية مصدقية عند الناس إنه لا يطلب أجران لا يطلب أجران ولا يخذ أجر على دعواتي مش منتكلم في مسألة حل هذا الأمر أو حرمته جواز أخذ أو عدم الجواز ده مسألة تانية لكي أمتكلم إن ده أكثر مصدقية عند الناس حتى لو قلنا بجواز إنه مثلا يأخذ أجر على شيء من الأعمال الدعوية أو تحفيز قرآن أو لكن بيظل أن الناس هي دي طبيعة الناس اللي ما بيخدش أجر عندهم أكثر مصدقية من الذي يأخذ أجرا حتى لو أخذ الأجر يجوز بيظل إن تعفف الدعية عن أموال الناس أفضل ليه فلو كان الدعية لا يحتاج إلى ذلك فالأولى طبعا أن يتعفف عن أموال الناس حتى يكون عنده مصدقية بينه وبين الناس أعلى عشان كده غير المسلمين النصارى مثلا عارفوا كده هبيعملوا خدمات للناس مجانا يروحوا أفريقيا يعملهم كل حاجة وياخدوش أي أجر عليه ولا يطلبوا أجر بتالي الناس تدخل فيه دين النصارى في أفريقيا كتير جدا حتى الساحر أو الدجال لما يحب يخدع الناس يجي مثلا دجال عايز يدخل على الناس يقول لهم إيه أنا باخدش أجر في البداية طبعا أو عكد بياخد أجر بشكل أخر بيصدقوه يجي الشيخ اللي هو عالسنة يجي يرقي فيقول أنا باخد أجر ويجوز أجر على الرقيا فميصدقوهش فهي يقول لك لأ الشيخ ده شكله أحسن ليه؟ عشان ما طلبش مننا فلوس فهي للأسف الناس عندها كده عندها فلوس تخش في الدعوة يبتدي يفقد مصداقية للأسف فحتى لو أنت على الحق يبتدي بيتأثر بذلك ذلك من الحاجات اللي بتساعد الناس تكسب مصداقية عندها الدعاء ألا يطلب منهم الناس أي مصالح قال اتبعوا ما اللي هسألكم أجرا وهم مهتدون طيب دلوقتي النصراني لما ما طلبش مني أجر هل ده دليل نوع الحق؟ أو الدجال لما ما طلبش مني أجر هل ده دليل نوع الحق؟ لا لأن لازم الصفاتين يجتمعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون هل النصراني مهتدي؟ لا هل الدجال مهتدي؟ لا يبقى إذن صفاتين لازم يجتمعوا إنه هو نفسه مهتدي وإنه لا يطلب أجر ده يزيد من صداقيته عند الناس ثم قال اتبعوا ما اللي يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الذي فطرني ده استدلبي على استحقاق الله العبادة أن الله هو الذي فطره فالذي فطرني هو الذي يستحق العبادة وإليه ترجعون ده إثبات للدار الأخيرة وأثبت الدار الأخيرة بكلمة فطرني برضو لأن فطرني الذي فطرني أول مرة قادر على أن يعيدني فشوف زكاء الرجل دو أكيد هو الذي يستحق العبادة والذي فطرني أكيد يقدر يعيدني مرة تانية فاستدل على استحقاق الله للعبادة واستدل على البعث بكلمة واحدة واذا يدل لك الآن الدعية لابد أن يكون على علم وعلى بصيرة حتى تستطيع أن يقنع الناس أحيانا الحق يضعف عند الناس ليس لضعف الحق وإنما لضعف أصحاب الحق ليس عندهم قوة في الجدال ليس عندهم حجة قوية فبالتالي يعتقد الناس أن الحق ضعيف والحق عمره مكان ضعيف وإنما يضعف أهل الحق ولا يضعف الحق أبدا ثم قال ما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة قد بالك وبيتكلم عن نفسه رغم أنه هو نفسه مش مشرك بس ده بيسموه طلطف في الدعوة يعني إيه طلطف في الدعوة إنه لما يجع دعوك كأني بتكلم عن نفسي مش بتكلم عليك أنت أقول ما تيجي انتوب أنا نفسي توب أنا وحش وعايز أبقى كويس هي الرسالة وصلتك بس أنا بتهم نفسي مش بتهمك أنت وده أرفق عندي الناس من أنك أنت قولي أنت وحش أنت هتصلي إمتى أنت هتبقى كويس إمتى عشان كده وكل كلامه بيتكلم عن نفسه قال وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يريدني الرحمن بدور قاعد يتكلم عن نفسه كأنه هو المتهم وده أرفق في توصيل الرسالة إلى المدعو أن أنت ما تتهموش هو مباشرة هو بيتقفل لما يحس أن أنت بتتهمه هو لكن ما تحسسه أن نحنا كلنا وإن شاء الله حنبقى كويسين بتفرق كتير قال وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يريدني الرحمن بدور لا تغني عني شفاعة مشان ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين ثم صرخ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة ما بين الكلمة دي والكلمة دي أتلوه قيل أنهم داسوا عليه بالأقدام حتى أخرجوا معاه وفمات انتقل إلى الدار الآخرة دخل الجنة ربنا ما ذكرش مشهد القتل ليه؟ لأن أولا المشهد ده مشهد يعني أمره هين الهين اللي إحنا بنعتبره هتقتله فتاعه؟ لا ده أمر هين أهم حاجة كل اللي حصل ده كده كده أنت ميت مدت بعادي مدت مقتول تعدادة الأسباب والموت واحد الأمر الثاني أن الشهيد لا يحس لا يحس بألم القتل إلا كما يحس بمس القرص وهو شهيد الأمر الثالث أنه يدل على سرعة انتقالي إلى الجنة فربنا حتى ما ذكرش المشهد قيل ادخل الجنة على طول فصرخ فيهم قال يا ليت قومي أعلمون سبحان الله كما قال ابن عباس دعا قومه حيا وميتا يا ليت قومي أعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لم يقول يا رب انتقم منهم لأن قلب الدعية قلب رقيق يحب الخير للناس حتى من يؤذوه قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أرى نبيا من أنبياء الله تعالى ضربه قومه حتى أدموه هو يقول الله مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين عشان تعرف ايه هي الكرامة الكرامة في التزام بدين الله تعالى حتى وين أزيت لأن المشهد شكله إهانة دسوا عليه بالأقدام وبتاع ده قدامك انت شكله إهانة لكن عند الله هذه أعظم كرامة إن ربنا سبتوا على الاستقامة حتى مات شهيدا في سبيل الله تعالى فهذا تعريف الكرامة الحق أن تعيش على طاعة الله وأن تموت على طاعة الله هذه الكرامة حتى وأن عشت مستضعفا فقيرا مريضا كل ده مش إهانة الإهانة أن يحرمك الله من طاعة ومن يهن الله فما له من مكرم وجعلني من المكرمين وخلص الموضوع ببساطة جدا في الآخر وما أنزلنا على قومهم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون صاحة فيهم جبريل صيحة ماتوا عن بكرت أبيهم تم كمل أول لا ربنا أراد أن يرى كل المشاهد ديت لشان إحنا نتعلم ويطلع مؤمن اليسين ونشوفه وربنا يرى هذه العبادات من الصبر والدعاء والجلد والدعوة وفي الآخر ربنا يظهر بطش وقوته بصيحة واحدة فإذا هم خامدون ما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبحان الله فربنا يقول العباد أهون من ذلك بكثير وممكن ربنا كان ينتقم منه من أول لحظة لكن من رحمته بي من أرسل رسول في الثاني في الثالث في داعية لكن سبحان الله فهذه الصرخة العظيمة التي صرخاها فينا مؤمن اليسين ترسل لنا رسائل جمة كما بينا على رأسها أن أفضل ما تعيش عليه أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا طريق الأنبياء وهذا طريق الصالحين في كل زمان ومكان الكرامة أعظم الكرامة دوام الاستقامة أعظم الكرامة أن تثبت على طاعة الله تعالى وأن تموت على ذلك أعظم الإهانة أن تكون عاصيا فاجرا مشركا ملحدا فإذا أردت الكرامة فاسلك طريقة الدعوة والاستقامة وإذا أردت الإهانة فاسلك طريقة المعصية والبدع ومنكرات فهذه الصرخة العظيمة لعلها تكون نزير وإفاقة لنا جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القصة العظيمة إلى قصة قادمة إن شاء الله في الحلقة القادمة سبحانك لهم ربنا وحمدك أشهد الله لأنت أستغفر و أتوب إليك أشهد الله لأنت أشهد الله لأنت أشهد الله لأنت